في خطوة عدها المواطنون ايجابية كونها وفرت عليهم الكثير من الجهد والوقت والانتظار وذلك بافتتاح دائرة تقاعد سامراء اذ باركوا استبشروا خيرا لوجود هذه الدائرة في مدينتهم فقد كانوا على مدى اعوام يراجعون في قضاء تكريت الفرق انه كنا قبل نتعنى الى تكريت لكمال المعاملة والتقاعدية الان صارت سهولة عند شعبة سامراء بدل ما تأخذ العاجزة والديل تكريت قمت اخذه هنا قريب فتعاملهم جدا طيب وممتاز وسهولة التعامل مع المراجع مراجعون بيّنوا سهولة انجاز وعاملاتهم في دائرة تقاعد سامراء وشكروا الموظفين لأسلوبهم الحسن بالتعامل مطالبين بافتتاح شعبة الحسابات التي بسبب عدم وجودها يضطرون ايضا للتوجه الى تكريت ومدير الدائرة من جانبه اكد ان حجم البناية لا يستوعب هذه الشعبة كونهم ضيوف على دائرة المجاري افتتحت الدائرة وباشرت عملها بشكل انسيابي طبعا ستحل الكثير من هذه المشاكل لكن نؤكد على افتتاح قسم الحسابات في هذه الدائرة في مدينة سامراء لان ايضا المتقاعد الان ينتظر او يفطر الى الذهب الى مدينة تكريت من اجل شعبة الحسابات امنا بافتتاح شعبة تقاعد سامراء وذلك لتقليل وتدليل الصعوبات امام المتقاعد لهذا نهيب بمتقاعدية قضاء سامراء المراجع على شعبة تقاعد سامراء كان في دارة مجاري سامراء مقابل المجلس البلدي لذا نهيب كافة المتقاعدية ممن تتوجه لديه مشكلة في رواتبهم التقاعدية او مشكلة في معاملاتهم التقاعدية التوجه لهذه الشعبة لحل هذه المشكلة هناك بعض الاخسام يتعذر علينا حضورها يعني وجودها في قضاء سامراء اولا لعدم توفر مكان لحفظ الاضابير وعدم تهيئة بناية خاصة لشعبة تقاعد سامراء خطوات اتخذت من اجل التخفيف عن كاهل المواطن ولكن غياب الابنية اسهم كثيرا بحدودية الدوائر الخدمية في قضاء سامراء لقناة سامراء مصطفى عبد الحميد سامراء